السلام عليكم بيتر مهرين الخيلي من قناة بهروز لكم للمعلومات النهاردة تالت يوم في الحض الأزولة اللي زرعناها فالكلام اللي هو فضون طربة كنين وده الأزولة زي ما احنا حتناها لكم وده ايه شايفين الحيوية بتاعتهم النهاردة طبعا زي ما اردوكم ايه بعد تالت يوم هنبدأ ايه هنبدأ نغزي اللي ايه الحاجة الاهم حاجة اللي موجودة في اي حتة عمتها النهاردة هنحط حمض الفسوريك ده حمض الفسوريك ده مفوضي يتراش طبعا هادي ايه معاني البخاخة حالي 2 يترمية طبعا ده مش المحضول اللي ابيعملو ده مش للحض بس ده والحض اللي فوق معاني معادة لتكريبة حوالي نصف سنتي في المتر المربع معاني الليها كده تكريبة معانيها حوالي 25 متر تكريبة من المساحة كلها يعني مفوضنا بحط 25 متر ايه مفوض نصف متر على 12 سنتي يعني حالي سكت ايه بتاعي تغطينا الحاجة من دولة ومن تكترش طبعا عشانا انا عارف الميار بحط ايه ايه بخاخة ايه بخاخة مش لازم بخاخة هاوزة كده ايه بخاخة مش لازم بخاخة هاوزة كده لو بخاخة عادية عادية شغال وعلي ايه معاني اللي بجير الحلف ايه وده الحض ايه اللي بتاع مين بتاع المشماندس جيرجس ايزا رحوكم ايه بتطينه كده ايه ده يترش من الفو ما تكتروش عليه يعني ايه حاولوا امشي كده ايه 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 ما تخليش الليل الحاجة تجيه مباشر عليها ايه عشان ايه ما تحرقش بيننا ايه الحاجة بتاعي ايه بتاعي رحو ايه ضعي ايه 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 مالك ايه 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 بس. كده حطناها وكلام ده كده. رشة خفيفة متزوية ما ينزودش كتير ولا ايه حاجة كده على وش كده. ولا حتى ايه على عطار بطنية برضو نفسي حكاها. اه. وشكرا. كده مش نحط ده يا عب. هنبدأ نجاهز المحلول بتاعنا. عشان بعد ثلاثة ايام هنبدأ نحط ده التخزيل الاولانية وعشان ايه بحكية ممكن كل عشرة ايام كل زفوع حسب ايه كمية الماء اللي عندك. طبعا هنبدأ اعمل المحلول بتاعي اللي هو بالزبل ايه بالزبل الحمام. هدي الزبل الحمام هنجيبينه معنا اهو. اه. هنحاول ايه نشيل منه ايه الريش اللي زي كده اي حاجة زي كده. نشيل منه. انا بريح دماغي وبحط ايه. في الشكارة. حماز دي كده. ليه متخرم. بحط حوالي سكة ايه كيلو. كيلو وربعة مشتادن طبعا بالميزانة لايه حاجة. هده هو الشكارة حطيتها. ابدأ ايه. اخط واحط ايه. انا بحطه في الشكارة عشان ايه لو فيه ريش فيه اي حاجة نحاسها يبدو المحلول ايه? نضيف. و horse醫ط حاجة سكة. كيلو ايه. هكده اربط الشكارة بتاعتي. عشان ايه ميعاشها في الحوم نربطش طريقتنا كل ده عشان لو في ريش في اي حاجة مينزلش معاين في الحور قبل ما نحط في المية هنبدأ نحط كبرتات النحاس اهو عواري سيب كتير 3 جرام 5 جرام برضو ما نتكترش برضو ده بعملو للحوضين مش للحوض واحد مش هو عميكوش عندي حوض صغير ويا من نفس الكمل نقلب كده جامد اول وده ما نتكترش منه عشان نحط يسعاد بكتره بيوقع زي الجدور التاني تاني جنت لسه زارع القزولة تاني الحمد لله جزور وقاة اللي معانا اللي وقاة وقاة ولسه الجزور حمد ده موجودة وليت شايفين الحوض عامل ازاي الحوض الحمد لله مليان وبص نكبس ازاي ولا اي حاجة مانا مانكوش اي مشاكل معانا الحمد لله نشكر بنا ولا في طحالب ولا في اي حاجة الحوض مليان معانا ومشهورة واي حاجة عاجة الصفصر باية حاجة عاوز لازولة عاوز اي كمية موجودة معانا للمحتاج اجا تسل فينا واحنا موجودين محتاج اي مشهورة احنا معانا برضو احنا احنا قلبنا الازولة بتاع العدس بتاعنا ونجيب برضو الان بي كابل مرة احنا ما كولنا فاكرين ان نفس الكارتونة دي يكون مصورين بي عبلي كابل وقلب الان بي كابل بتاعنا برضو اهو هناخد منه شوية لان بي كابل منزود برضو ايه العناص بتاعي هكيه نبدو المحلول بتاعنا اهو هنحاول ايه نقلب بيه باية ايه باية حاجة لقلبهم برضو نقلب معانا اهو نقلب معانا اهو اهو اذا طبعا تلاقي عايم معاك هيبدأ ايه ايه اينزل لواحده باية حاجة لنغطيه عشان ايه الدبان ما بيتش جواه ويعمل معانا ايه دودو كامدة كله او فطريات مغطينو سايبينو كده هنسيب مدى ثلاث ايام عربعة ايام ايومين حسب ايه احنا محتاجينه انت كيه هنرشينا ونعم وبكرا ان شاء الله مفوض ان هو ايه هنعمل لكم فدية تاني هنحط ايه المادة التالتة برضو عشان ايه ان هي المهمة معانا وكامدة كله ومعكم بيتر ماري النخيلي رقم تلفون 012-20-846-3-5-3 انا موجود معكم وشكرا ايه ومشاهدتكم